تعالوا نشوف الحالات تعالوا نشوف الحالات عشان تقايم كمان أداء الشناو مبارح ومحمد عواد نبدأ بالحالات مع الكابتن طارق سليمان حراس مرمى السوبر كابتن محمد شناو كابتن محمد عواد احنا معنا طبعا يعني احنا في المباراة دي جبنا الحالات للعواد الأول ياريت ترجع تاني بقى جلال عشان نكلم على الحالة دي مهمة بس هاتهالي هاكلي بالتقس ايوة برافع عليك امشي بقى كمان كده وأول بيحط البص اوقف اوقف هنا كده يا كابتن كريم الراجل عمر السلية هيشوت ولا هيحط بص بين السردباكين أو بين الباك والسردباك هيعمل كده طبعا هيحط بين السردباكين مش كده حط بص طيب لازم عواد يبقى متقدم شوي ماينفعش يبقى وقف تحت قوي كده ده لازم يبقى على الستة ليه عشان البص لما ييجي طويل يبقى هو أقرب من المهاجم لازم يبقى أقرب من أحمد تفصيلة مهمة جد طبعا مايبقاش تحت قوي كده باين قوي عواد ان الراجل هنا هيحط البص بين السردباكين بتوعنات الزمالك وفي مسافة واسعة جدا بينهم الاتنين والراجل قطع خلاص أحمد عبدالقادر قطع بين السردباكين وبقى عمر السلية بيحط البص لازم أنا أتقدم وأعمل الميل هنا كابتن كريم عشان لو بقى الفراض أعمل الميل هنا نحي تلقائم الأيصر البص مش هتحط غير في الحتة دي فأنا أعمل الميل هنا شوية وأطلع لقدام شوية يبقى أنا أقرب من المهاجم إنت هنا دخلت ملحدش الكورة اللي لحقها المهاجم وبالتالي إنت طبعا اتصرفت صرف ممتاز ممتاز إن إنت ما حطتش رجلك ولا إيدك طبعا ما فيش فقط ضرب الجزاء خالص اتصرفت كويس يا عواد بس من الأول إنت متمركوزك في مشكلة ما عملتش الترحيل هناش كان لازم يرحل نحط الشمال شوية أيو لو الكورة كيتبطأ من كده شوية كنت هتبقى جول للأهلي كتبقى جول لأهلي يعني الرجل ارجع ارجع يا جلال ارجعتين ارجعتين ارجع كمان 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 وعمر السلاي بيحط الباص أنا عايزة عايزة أوريك حاجة ققف بقى كده وبحط بص بص يا أحمد عبدالر جاري منين جاري من بارة 18 بكم يارضة يا جابتن كريم بحوالي مثلا 4 يارضة خل بالك بقى وعواد شوفوا بقى اللي اتنين حفل تلامس فين يعني عبدالقادر جاري مسافة مش أقل من مثلا من 12 يارضة وعواد مجريش أكتر من 4 يعني يعني هو مقبلوش من بدر لازم لو هو مرحل نحية القائم الأيسر هنا وطالع على الستة يارضة كان ها يتعامل برا الستة كان ها يمسكها من بدر قوي مرتاح جدا فطبعا كل التأخير ده كله ان عواد طبعا وقف تحت قوي وقف فين مش مرحل امشي بقى كمان كده بص نعمل عبدالك خد الكورة خد الكورة فين كده بص كده بص كده امشي كمان امشي 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 خده جوه الستة يعني معناها ان عواد تأخر جدا 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 في الخروج من المرمى وقف تحت قوي نشوف اللي بعده اللي بعدها تقريبا احنا هنشوف طبعا ما فيش فقط ضرب الجزاء دي طبعا كرة دخل بها جوه 18 اللاعب نادلالو عواد متمركز كويس جدا جدا وقف على القائم مرحش بعيد وعمل الدوران هو راجل بيحطها كان متمركز كويس اه طبعا لو جات في الجول كانت عامل معها انما طبعا لو صعبة ممكن تبقى هدف يعني انما هو متمركز كويس وراجل بيعمل الكورة بالعرض يعني هو عمل دوله كويس اه طبعا بغض النظر بين الكورة راحت فين بالضبط تمام نشوف اللي بعدها دي الاعدة دي الاعدة بتاعتها بص التمركز وقف على القائمة يا كابتن صح وقف على القائمة ما متعش اخرج اكتر من كده اه والرجل بيحطها بالعرض حطها التحت مقدرش اخدها بالعرض اه عمل الدوران وتمركز كويس قوي وبعدين تحطت فوق طبعا صعبة جدا يعني حتى لو جات هدف هتبقى صعبة وعمل التراي كمان عالكورة حتى هي بره اه طبعا اعمل بند في الارض وعليت صحية نشوف اللي بعد ده الهدف نقب بقى ارجع تاني بص بص ارجع تاني شوي طبعا في حصل خطأ طبعا من التمرير هنا عواد متقدم بره الستة وكرة فين معنات الزمالك كمام مفيش مشكلة ميش كرة معنات الزمالك فمفيش مشكلة ان انا بقى ممكن ابقى على خط الستة او بره خط الستة بيرض مفهوم طب هنا حصل مشكلة امشي بقى كمان امشي يا جلال كده النادي الزمالك كل ده معنات الزمالك هنا البصت حط خطأ هنا بقى اول ما يتجي الكرة لسافيو اقف بص هنا اقف بقى هنا بس كان لازم اول ما كرة تحطت الباص لسافيو وعواد استشعر بان الكرة هتبقى معنادي الاهلي لازم هنا عواد ياخده طبعا اربع خطوات لتحت لورا لازم لازم ماينفعش يا كابتن كريم يبقى الراجل في المسافة دي كده وعواد برا الستة طيب بالشرح الحلاج شرحته من شوية هاو مش ممكن يكون في دماغ انه برونو هينفرد دلوقتي فانا اقرب منه لا ياكابتن لما يبقى ينفرد ها الراجل ما انفردش ها 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 يعد لعب ده زمالك طيب سيمني اجادل شوية تفضل لو هو روغ مسلا على الشمال تمام في اللقطة الوسع يا جماعة لو سمعت اللقطة الاولى اللقطة الاولى لما لو كان اهو لو روغ بقى وكمل على طول بقى لك عواد وقف في المكان ده من الأول ما استلم سافيو من برة ومشي بيها كان لازم يرجع ولما سافيو يرقص ويبقى مواجه أبدأ أنا أتعامل معاه تولت منه لو تولت منه أقدر أعمل بلوكة على الراجل وأخذها منه ما خدتهاش خلاص يبقى أنا أبلعب على ده اسم حالة تانية لما عود عنده مشكلة كبيرة جدا في التماركز بتاعه هو خبالك وكان وقف هنا والكورة مع ناد الزمالك كان لازم عود لو رجع ثلاث أربع خطوات لتحت الكورة دي كان يتعامل معها الحاجة التانية بقى كمان يا كابتن كريم عواد سقت لتحت قوي يعني حتى الترايل رجله لتحت ما هو ليه لأ سقت بوسطه وفتح رجليه بزيادة حتى لما خد الترايل خد الترايل لفين بص الكورة فوق بص عمل الطعن بص عمل الطعن من بعيد قوي فطبعا إيه الكورة هو أثر نفسه لما جي خد العمل التي كوف بتقول عمله لتحت فطبعا الكورة أنا شايفها من الصعبة هي الصعبة على عواد عشان عواد عمل حاجتين تمركزه طبعا طلع بره ستة يارضة وده يبقى خطأ كبير جدا الحاجة التانية أنه لما جي عمل الطرايل عمل الطرايل اللي تحت لأنه نازل بوسطه وفتح رجليه بزيادة يعني عواد الشريك في هذا الهدف مع زكري الوردي طبعا يعني عواد أنا أقدر طبعا أنا زي ما قلت لك أول ما كورة استشعر الخطر أن الكورة تحطت حط الباصل سافي ولعب النادي الأهلي كان لازم عواد في التوقيت ده يبدأ يسحب نفسه الوراء ثلاثة أربع يارضات كان يبقى ملك المرمى أكثر من كده بص هنا بقى إيه رجعت هنا يا جلال بص بص الراجل بيستلم هنا تقريبا من تقريبا كان من نفس المكان قريبة جدا نرجعها بحطاف بص عواد فين بص عواد فين خلاص تعال معها سهلة عشان أوعى الخط طبعا قريب من الخط المرمى طبعا ممكن يبقى متقدم يارضة يارضة واحدة بس بسيطة إنما ما بقاش بقى متقدم برة ستة هنا ملك المرمى سهلة بالنسبة له دي يعني هي المشابهة دي واحدة تانية برضو برضو متمركز كويس جدا طبعا الكورة يعني تحطت ضعيفة أو جات في العبنة الزمالك فطلع عواد خدها بشكل كويس هنا برضو بص هنا بقى أوقف أوقف وراجل بيشوت بص عواد وقف على خط المرمى ده تحت قوي تحتي بزيادة أنا مش عايزك عواد تبقى على الستة باش تبقى مش عايزك برضو على خط المرمى يعني مش يا كده يا كده يعني هو أنا يبقى على الستة من المسافة دي ممكن الكورة تعمل قرباك تدخل من فوقية تبقى عندي مشكلة إنما عواد بقاش على خط المرمى كده لازم عواد تبقى على أقل على اتنين يارضة تبقى على تلاتة يارضة وده هنشوفه ونشوفه لمحمد الشناوي في بعض اللقطات يعني هاي طبعا كرة سهلة بس يعني عواد بيلعب بيبدأ من تحت قوي طبعا بالستناء الكرة ارجع بادي تاني برضو يا جلال ارجع تاني كده كمل كمل اوقف بص عواد طالع منين طالع من تحت قوي برضو من بعيد من بعيد جدا وانا لو متأدي مربعة يارضة هنا والراجل هنا بيعمل الباص وطولد كده مانا اخدها هو طبعا اخدها عشان الكرة طولد قوي بزيادة وليعيب النادي الأهل بعيد انما انا مش عايز عواد يبقى يعني يبقى بالزيادة او يبقى نازل تحت او كده بزيادة يعني انا مش شايف ها مشكلة يعني طبعا علي معلول هو اللي كمل تحرك بتكلم على تكنيك يعني حتى لو هو شلها في الاخر بس اعط تمركو يبقى يبقى متقدم شوية يعني بقاش تحت او كده بالمناسبة رفع الرجل دوت ايه رايك فيه والله يبص احنا ممكن نقول انا طبعا كتحكيم مش هقدر يعني ممكن يكون بيحمي نفسه ممكن يعني بس اخو بالك اللي كمل علي يعني هو رفع رجله ممكن يقول بيحمي نفسه وبعدين هو لم رجله بعد كده لما علي دخل كمل 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 بص هو بدأ يلم رجله يعني ما حطهاش بقى جامد فما قدرش اقول ان هي نشوف اللي بعده هو يبقى افضل مني نشوف اللي بعده اهي كمل كمل هنا عواد برضه هو طبعا كان تحت بزيادة انما قفل كويس قوي يعني في التوقيت اللي الرجل بيلف عشان يحطها كان عواد عمل بلوك وامشي امشي كمان امشي كمان اوقف اوقف هنا هو بيعمل برضو كابتا كريم هنا الرجل هيعمل ايه هيعمل باص بين الايه بين المدفعين لازل تبقى قريب انت تحت يعني الرجل ده لو هيشوت انت موتى ماركس كويس او يرضى كمان لقدام يبقى كويس قوي الرجل هيعمل باص بين المدفعين انت تبدأ ليه من تحت اوي كده انت ممكن تعمل ضرب الجزاء يعني ممكن تتسبب ان الرجل يرقصك زي الكورة اللي احنا كلمنا عليه امشي بقى كمان برضو عواد ما اخدهاش انما الرجل هو عامل بلوك كويس الرجل هو بيحطها كان عامل بلوك كويس جدا التانية تعاملوها بشكل كويس بس برضو بدء من تحت اوي حيل فانا باخد على العواد انه دايما بيبدأ من تحت بزيادة اوي ممتاز ناخد اللي بعد تيه دي طبعا نفس الحالة وهو قفل كويس اوي اوي انما طبعا الزيوة دياء اوي على شريف على محمد شريف دي لقطة عالمية نموذج نموذج صعبة جدا 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 كنت عزر اولا ما جبتاش ما انت كلتين عليها قبل الهوى يبين احسن في لقطة اوقف كده بقى بص الرجل بص الرجل قطع منين يا كابتن كريم تمركوش عواد رائع رائع بص واخدها من برا الستة كرة صعبة جدا لو عدت جول مياه على فكرة لو عدت جول ممكن عواد ما يتلامش اي او تمامش لو ما طلعش عشان تمركوش دي فاعي خطير بص واخدها منين لأ نموذج كرة نموذجية كرة هيلة هيلة من عواد يعني بص الرجل قطع منين لعب النادي الاهلي ولو عدت ما حد تشيرهم عواد ابدا جول هيلة بسراعا من احسن تصبح دي طبعا دي طبعا هو كان طلع ياخدها في ظهر بس طبعا تنفعش تقع بينك كده عواد وعلى فكرة لعب النادي الاهلي هو اللي حط رجله ورفعها فوق تاني يعني بص هنا وقعت منين دي عواد بص ما ينفعش ما ينفعش تقع طبعا انت خدتها من فوق لازم همسك ويدي صعبة تأكد المسك يعني دي طبعا عواد عمل حاجة كويسة قوي 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 يعني عجبتني ارجع بها تاني كده بس التسويق الاولاني برضو جاليت اللقطة الاولى من الراجل بيحط بيعمل الكروسباس هو هنا عمل الكروسباس والراجل بالعباء ببماغه بقى وقف كمل كمل هي طبعا مش بتاعة عواد عواد من يطلعش ياخد لانها بيدة بس بص عواد اوقف بقى اوقف هنا بقى كده بص يا كابتن كريم هنا عواد ما كملش لحد القائم خد خطوة الورى عشان يستنى التانية التانية هنا لما تحطت لعب وراجل ده مش هيجيب جول الراجل ده بيعملها فين بالعرض على الستة يارضة كده عواد هنا عمل بلوكه كويس قوي تقريب الكروت حسبة اوف سايد بس عواد عمل بلوكه كويس قوي هتعمل معه بشكل كويس قوي حتى لو جات جول ما اقدرش تلقم عوادي انما عمل بلوكه كويس والراجل بيحط بيتزحلة بيحط رجلو عمل بلوكه كويس جدا يعني طيب فمنتاز عواد فيها دي اعادة نفس الكورة دي اعادة ليها انا بالنسبة لي مهم اول ان انا ما كملش ما اروحش بقى يعني تبصت ليلة اخرجت بره المرمى طرع بره القائم هناك كان ممكن يروح معاه اي يكمل هناك جول بقى لو عمل دورة كان يبقى بره المرمى طبع حراس كتير بيعملوا كده يروح وراء الكورة يروح مع اللايب يقوم يكمل يقوم يكمل هناك انا ما عمل بلوكه كويس اوي دي برضو واحدة من ده الجول ده طبعا التمركز عواد ممتاز مش واقف على القائم اوي مش لازق في القائم وكورة لما تحطت بالعرض صعبة اوي عليه تحطت لبرة امشي كمال بس سريعة جدا وبره الست بص صعبة اوي صراحة ما اقدرش هلومه ابدا في الهدف التاني يعني لما تمركز كويس ولكن الكورة عواد تحطت لبرة شكلها صعب قالوا لي ما فيها هداف ما يولمش عليها على الحال بص هو قائف كويس اوي الراجل ده لو شاط هيتعامل معاه كويس اوي طب لو اتحطت بالعرض جوه الستة برضو يقدر يتعامل معاه يعني تمركز ممتاز انه بص بص امشي بقى يا جلال بص يا كابتن كريم ماشي يا بص بعيد عنه اوي سريعا صعب اوي تعامل معاه انا كنت اقول لك دي شبه الكرة الحلوة لانت كنت تجابها من شوية بس دي اسرع بكتير لا 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 لو تبريد بقى جلت جبلنا دي والدبنا دي عشان اقول الفرق بينهم بص هنا جبتن كريم الراجل اللاعب الكروس باس من جوه 18 مراحش على الخط هناك العكس الكرة التانية اللي احنا اكلمنا عليها بتاعت عواد الراجل اللي عمل الكروس باس عامله منين قريب جدا من خط الكورنر خط المرم انما هنا طبعا عاملها من جوه 18 سريعا لا وعملها من جوه اوي مش عاملها من جوه انما راجل لو وصل لحد خط الكورنر وعملها بالعرض كانت زاوية تقفل يقدر عواد ياخدها بالعرض طب التمركوس كان سليم ولا كان ممكن عواد ياخد خطر لا ممكن يشوتها في الجول اه لو كان خطر زياد من كده اه لو جبتن انما لا دي طبعا مش مشابهة اوي الراجل هنا زاوية مفتوحة يقدر يجوت بجهزك الحالة التانية اللي تبطل عليها عشان نكرم بينهم اللي احنا اه طبعا ياريت يجبها لنا عشان نعمل الفرق بينهم اه من بره حاجة تانية الراجل ده من المكان ده يجيب جول لا يقدر يشوت في الجول لا مستحيل فانا خاصة انا اواخد قرر واحد ان انا هروح اخد الكول مستحيل اه فاولا لقوا بره 18 بره 18 الراجل ده مستحيل يجيب جول صح عنده وقت بقى امشي بقى كما امشى امشى جدل خلاص خد القرار وطلع قطع بشكل كويس اوي واخد القرار سريع جد الكرة التانية بقى بتاع طاهر من جوة 18 وسريع من جوة 18 وعلى فكه زوية زوية الشوت لا ارجع تانية بقى عشان نشوفها كويس اه هنشوفها ايه هتلاقي بكرة جوة 18 يعني عنده زوية يقدر يشوت بعد ما رقص بص اوف اوف هنا الراجل ده يقدر يعمل ايه يشوت يقدر يشوت بوش ريب له لو عواد اتحرك بدري ممكن تحط في الزوية ده على يمينه صح فطبعا تبقى فيه مشكلة كبيرة من عواد صح فطب العرض صعبة قوي على عواد مقدرش هيوم عواد ابدا في الجولة التانية تمام